سهل فولا يا جماعة النهاردة هنأمل إن شاء الله روز بيف روحنا جبنا عروق تريبيانكو والراجل اللي افعلنا زي ما شفتو الموضوع سهل وبسيط طبعا كان يستحسن ان احنا عارفين ان احنا هنأمل ده من بارك عشان هنأحسن الروز بيف لو هتتبروه وتسيبوه قبلها في التلاجة الموضوع بيكون قلطة بكتير جدا احنا جايبين اتنين علشان نأمل السندرشات بواحد والتاني نحطه في علبة والخليف في التلاجة عشان لا كنوا نصبح نحن نشوف طيب مابتقيا كده الوستحانة فيه هياخد اربع فصوص دول الطعام مقطيع طولية مقطيع طولية اه كده بص العرق دلوقتي يا جماعة احنا هنتبنو الموضوع بسيط جدا اهم حاجة من في العرق ده هنامي في فتحات كتيرا بنحبه يا قلب بنحبه يا قلب بنحبه يا قلب بنحبه يا قلب فيه ناس بقى بتنظف العرق تشيل منه الدهون خالص بس احنا ايه عشان الموضوع يكون دام يقولوا عليه جوسي ده السندر دلوقتي هنبدأ في مرحلة التدبيل كل واحد يتدبيله التدبيل ده بالزوء يعني على حسن ما انتوا عايزين بس اما حاجة هنفط المل وبعد كده فلفل اسود تون باودر تون باودر سلمة قرفة بس مش كتيرة بقى ده جوس في الطيب ونقض شوية بابريكا بابريكا ممكن على فكرة فيه ناس بتحب تعملوا ملح وفلفل بس بالآخر زي ما انتوا عايزين ونطبلهم بقى كويس من أحلف بالله من أول كلمة وأول نظرات بالوقت بقى بعد ما تدبلناه المفروض ان احنا نبقيته في التدبيلة بقى بس انا مش هنبقيته انا نستخدمه على طول وربنا مسطرة هتجيب بقى شايفين التوم الحلو اللي حانا فيه عمله لنا ده شايفين الفتحات اللي احنا عملناها هنبدأ ندخل التوم ده في قلب الفتحات كده والفلفل الحق قاتل احنا في شوق الفلفل الحق طبعا ايه؟ دلوقتي هنديه صدمة من كل الاتجاهات بس انا معندناش طاصة جبيرة للأسف فهنحاول بقى نتعامل مع دول في الطاصة دي طبعا ممكن تحط عليها زيت او زبدة او سبنة زي ما انت عايز بس انا عشب نحب لأ حاجة لايت و هنحط سامنة احلت بالله من قبل ما شوفه قلب لايدي ديتنا النار يعني التحمير اللي في الاول دي على حسب الزوق ممكن بقول لكم فيه ناس ما يتحماروش خالص تحمارو درجة التحمير دي براحيتكو يعني مهم من ان هو يفضل مسك نفسه لسه ايه ما يتبهدلش اهم حاجة نقفله كويس جدا علشان يخد برضو يستوي بالبخار كما يقول ونخليش مجل ان الدخام بتاعوا يطلع برضو هنحطوهم بقى في الفورن على درجة حرارة 220 من ساعة ونص لساعتين على حسب قوة الفورن فاحنا هنقول ايه هنسيبهم يعني ساعتين اللي ربع ناخد ال نيسم البلد نصين نيسم البلد نصين بالوقت ستة يعني تمانية اللي ربع هنفتح اللي موسيقى موسيقى طبعا المفروض نسيبوا ايه ده خالص موسيقى طبعا احنا المفروض نستنى لما يهدى خالص بس هنفي من الصبر سوان يا بابا سوان سوان اول حاجة هنشير الخيط موسيقى موسيقى هل ترون هذه السكينة؟ موسيقى استنى اللي هي بتاع تلعيش المشرشرة اللي هي متبقى حمية تبقى مشرشرة شوية هيا دي لنقطع بيها موسيقى موسيقى وتعيش احلام وتموت انت جوة اني ايام وسميك بتفوت قبرك اني وتعيش احلام وتموت